خطاب ناتنياهو الجديد هو الرابع في تاريخه كرئيس للوزراء ويأتي هذا الخطاب واستجوء مشحون من تظاهرات أمام مبنى الكابتل هل تطالب أبو وقف إطلاق النار في قطاع غزة وبين انقسام حاد بين الجمهورين والديمقراطين في الكونغرس إزاء الشخص ناتنياهو وإزاء إداراته للحرف في قطاع غزة موقع أكسيس الأمريكي قال إن ناتنياهو أبلغ قادة المنظمة اليهودية في الليلة الماضية بأنه سيقدم في خطابه أمام الكونغرس خطة لليوم التالي للحرف في غزة فهل ينجح ناتنياهو في ترميم العلاقة مع الإدارة الأمريكية وما هي آفاق علاقة إسرائيل مع أي إدارة أمريكية مقبلة وأيضا ما هي دلالات مقاطعة بعض ديمقراطين لخطاب ناتنياهو وهل غياب بايدن عن استباق رئاسي المقبل ومواقف كمال هارس النائبة هي محاولة لإصلاح العلاقة مع رافض الحرب وداعم الفلسطينيين أخلال مؤتمر صحفي مشترك مع ناتنياهو قبيل الخطاب أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي مارك جونسون ضرورة دعم إسرائيل في مواجهة التهديدة التي تتعرض لها وأتهم في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأمم المتحدة والإعلام بتبني معين مزدوجة في التعامل مع إسرائيل يقوم الشعب الإسرائيلي بالعمل على دحر حماس بعد المذبحة المروعة في السابع من أكتوبر عليهم التصدي لحزب الله في الشمال والاستجابة لهجمات الحوثيين في تل أبيب وقد دافعوا عن أنفسهم في وجه هجوم مفصلي مباشر من إيران حيث النظام متحالف مع روسيا والصين التهديدات التي تواجهها إسرائيل ليست مادية فحسب بل هي تواجه حروب معلوماتية وازدواج المعايير من الأمم المتحدة والإعلام اليوم وكل يوم على الأمريكيين الوقوف جنبا إلى جنب إسرائيل في كفاحها العظيم فيما أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو عن تقديره لدعوته لإلقاء كلمة في الكونغرس وشهد نتنياهو بتحالف الإسرائيلي الأمريكي أقدر حقيقة أنكم دعوتموني لمخاطبة هذا التجمع العظيم في أعظم ديمقراطية الكونغرس الأمريكي الذي يتحدث بلسان الشعب الأمريكي والشعب الأمريكي الذي يتحدث بلسان العالم أقدر هذه الفرصة لقد قلت شيئا له صدا عبر العصور فقبل نحو ألفين عام اخترق الرومان جدران القدس في هذا اليوم أعداؤنا لن يخرقوا جدراننا فهي ليست مصنوعة من جنودنا وأبطالنا فحسب وإنما من الصداقات والتحالفات مع الولايات المتحدة الأمريكية وقد تم التعبير عن ذلك اليوم شعب إسرائيل يتوجه بالشكر إليكم على هذه الفرصة إذن مشاهدين في هذه الأثناء ينتظر الأعضاء في مجلسي أنواب والشيوخ هذه الكلمة التي ينتظر أن يلقيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمي نتنياهو وقم قلنا هو خطاب لنتنياهو يمثل الرابع في تاريخه كرئيس للوزراء وأيضا هو العدد الأكبر الذي قام أحد المسؤولين الأجانب بإلقائه تحت قبة الكونغرس الأمريكي فتشرشيل قد قام بإلقائه ثلاثة خطابات فقط للمزيد حول هذه التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من داخل الكونغرس الأمريكي رابع فيلالي كما ينضم إلينا من القدس محمد الصياد أذهب إليك أولا رابع يعني اطلعنا على آخر الأخبار حتى هذه اللحظات نعلم أننا ننتظر دخول لنتنياهو ألقاء هذه الكلمة في أي لحظة بكل تأكيد إناسي لحظة مهمة جدا هنا في واشنطن أخيرا نجح الجمهوريون في تحقيق ذلك المسعى الذي سعوا إليه منذ وقت غير قصير وهو دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى إلقاء خطابه هذا الذي يعد الرابع كما أشرت أمام مبنى الكونغرس وبالتالي عفوا أمام مجلسي الكونغرس وبالتالي يكون هو الزعيم الأجنبي الأكثر خطابة في تاريخ الكونغرس الأمريكي ولذلك هذه المناسبة تختلف في أمر معنى الزيارات الثالثة السابقة بالنظر للظروف التي تحيط بها سواء في إسرائيل أو في ملايات المتحدة هذه اللحظات رابح دخل بالفعل بنيمينة تانياهو ويلقى حفاوة وترحيبة كما نشاهد مشاهدين في هذه اللحظات المباشرة من الأعضاء في الكونغرس الأمريكي هو يقابل بالتصفيق وترحيب كما نرى ويتخذ طريقه لإلقاء الكلمة الخاصة به تفضل رابح بل فعل ولكن خلف هذا الترحيب هناك صورة أخرى هناك صورة لحالة من الانقسام وحالة من التقدير المختلف بين الحزبين للموقف سواء من مصاري الحرب القائمة في غزة أو من سياسات بايدن إدارة بايدن في إدارة الموقف الأمريكي من هذه الحرب أو حتى في الموقف من رئيس المزراء الإسرائيلي شخصياً بين النواب من الحزبين هناك اعتقاد لدى الجمهوريين أن مسألة دعم إسرائيل في هذا التوقيت هو دعم مركزي وجوهري بالنسبة لسياسة الأمريكية لا أدري إيناس إذا كنت سأتوقف لأنني أرى الآن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بصدد بداية كلمته ولكن إذا سبح الوقت يمكن بالفعل رابح هو يتخذ مكانه الآن لبدء الكلمة بعد أن رحب برئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إذن مشاهدين أن نتابع هذه الكلمة لخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو تحت قبة الكونغرس الأمريكي بمجلسيه في المرة الرابعة التي يقوم فيها بإلقاء خطاب وكما ذكر الزميل رابح فلالي فإن هذه ربما المرات الأكثر خطابة لزعيم أجنبي تحت قبة الكونغرس بمجلسيه نلاحظ هنا في هذه اللحظات التصفيق والترحيب والحفاوة التي قبل بها بن يمين نتنياهو هناك جنب آخر للصورة لكن سنتابعه مع شبكة مراسلين لاحقة حيث أن هناك أعدادا من المقاطعة لا سيما في جانب الديمقراطي من قبل النواب لكن الصورة التي متابعها الآن هي الترحيب والحفاوة ونستمع نتنياهو رئيس وسراء إسرائيل ترجمة نانسي قنقر سنواب مايك جونسون السيناتور بن كارتن قائد الأقلية حكيم جيفريز قائد الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قائد الأقلية ميتش ميكانول في مجلس الشيوخ أعضاء مجلس الشيوخ أعضاء الكونغرس الضيوف الكرام سيدي رئيس مجلس النواب أود أن أشكرك على منحي هذا الشرف العظيم لمخاطبة قلعة الديمقراطية هذه للمرة الرابعة نلتقي اليوم عند منعطف تاريخي طريقنا حافل بالاضطرابات في الشرق الأوسط محور الرعب الإيراني يواجه أمريكا وإسرائيل والأصدقاء العرب هذا ليس صدام حضارات وإنما صدام بين الوحشية والحضارة إنه صدام بين أولئك الذين يمجدون الموت وأولئك الذين يقدسون الحياة وكي تنتصر قوى الحضارة على أمريكا وإسرائيل أن تقف سويا وذلك لأننا عندما نقف سويا هناك شيء بسيط يحدث نحن ننتصر وهم يخسرون وأصدقائي جئت لطمأنتكم اليوم بأننا سوف ننتصر سيداتي وسادتي مثل السابع من ديسمبر 1941 والحادي عشر من سبتمبر 2011 السابع من أكتوبر هو يوم سيعيش في سمعة سيئة كان عيد يهودي وبدأ كيوم مثالي لم توجد سحابة واحدة والألاف من الشبان الإسرائيليين كانوا يحتفلون في حفل موسيقي في الهواء الطلق وفجأة في السادسة وتسعة وشرين دقيقة بينما الأطفال ينامون نوما عميقا في أسرتهم في كيبوتسات المحاذية لقطاع غزة فجأة البواب الجحيم انفتحت ثلاثة ألاف من إرهابيي حماس اقتحموا إسرائيل وذبحوا ألف ومائتين نسمة من إثنى عشر دولة بما في تسعة وثلاثين أمريكي نسبيا بالمقارنة مع حجم السكان هذا مثل تسعة وعشرين يوم من أيام الحادي عشر من سبتمبر في يوم واحد هؤلاء الوحوش اختصبوا النساء قطعوا رؤوس الرجال حرقوا الأطفال أحياء الرضع أحياء وقتلوا الأطفال أمام والديهم والوالدين أمام أطفالهم وسحبوا 255 شخص من الأحياء والموت إلى أقبية غزة المظلمة إسرائيل استعادت 135 من هؤلاء بما فيهم السبعة خلال عمليات إنقاذ الرهائن أحد الرهائن المحررين نور دوماني موجود هنا يجلس إلى جانب زوجتي سارا وفي صباح السابع من أكتوبر العالم رأى نظرات اليأس عليها وهي تختطف بعنف إلى غزة على ظهر دراجة نارية أنا قابلتها قبل عدة أشهر أمها كانت تموت بالسرطان وقالت لي أمها رئيس المزراء لدي رغبة أخيرة واحدة أتمنى أن أحتضن ابنتي نورة مرة أخيرة قبل أن أموت وقبل شهرين سمحت بعملية كوماندوز للإنقاذ وقواتنا الخاصة بما فيها ضابط بطل أموز مورا سقط في هذه المعركة أنقذنا نورة وثلاثة من الرهائن الآخرين نورة أعتقد إحدى الأشياء المؤثرة عندما التقت نورة بأمها والرغبة الأخيرة للأم تحققت نورة سعداء جدا أن تكون معنا اليوم شكرا الكثير من عائلات الرهائن موجودين هنا معنا اليوم بما فيهم إلياو بيباس إلياو بيباس هو جد الولدين ذوي الشعر الأحمر أخذ رهينة أو رهائن مع أمهما وإبن إلياو العائلة بأكملها أخذت رهائن طفلان رائعان ذوي شعر أحمر أخذ يا لهم من وحوش أيضا يوسان يوتان بشجاعة تمكن من الهرب من أسر حماس مع آخرين ولكن وبصورة مأساوية قتلا معنا أيضا اليوم عائلات رهائن أمريكيين إنهم هنا الألم الذي عانت منه هذه العائلات لا يمكن وصفه بالكلمات أنا التقيت معهم بالأمس ووعدتهم التالي لن أستريح إلى أن يعود كل أحبائهم إلى الوطن كلهم ونحن نتحدث الآن نحن منخرطون بشكل نشط في جهد مكثف لتأميني الإفراج عنهم وأنا واثق أن هذه الجهود يمكن أن تنجح البعض منها يحدث الآن أود أن أشكر الرئيس بايدن على جهوده بالأصالة عن الرهائن وجهوده تجاه عائلات الرهائن أيضا أشكر الرئيس بايدن أشكر الرئيس بايدن على دعمه لإسرائيل بعد الهجوم الوحشي وهو وصف حماس بأنها شر مطبق وجاء إلى إسرائيل لألوقوف معنا خلال أحلك الساعات في زيارة لا يمكن أن تنسى أبدا الرئيس بايدن وأنا عرفنا بعضنا البعض منذ أربعين عاما وأشكره على نصف قرن من الصداقة لإسرائيل ولكونه كما قال صهيوني فخور في الواقع هو قال أمريكي إيرلندي صهيوني فخور أصدقائي لأكثر من تسعة أشهر جنود إسرائيل أظهروا شجاعة لا حدود لها ومعنى اليوم معنى اليوم الملازم أبيخاي أبيخاي هو ضابط في قوات المضلات الإسرائيلية عائلته هاجرت إلى إسرائيل من إثيوبيا وفي الساعات الأولى من السابع من أكتوبر أبيخاي سمع الأخبار عن ما فعلته حماس ارتدى زيه العسكري وأمسك ببندقيته ولكن لم تكن لديه سيارة وبالتالي هو جرى ثمانية أميال إلى حدود غزة للدفاع عن شعبه سمعتم هذا؟ لقد ركض ثمانية أميال جاء إلى الخطوط الأمامية وقتل الكثير من الإرهابيين وأنقذ الكثير الكثير من الأرواح أبيخاف نحن جميعا نتشرف ببطولتك هناك إسرائيلي آخر يقف إلى جانب أبيخاي هذا الرقيب أشرف البخيلي أشرف هو جندي من البدو من مسلمي الراد في السابع من أكتوبر أشرف أيضا قتل الكثير من الإرهابيين في البداية دافع عن زملائه في القاعدة وأيضا دافع عن الناس في المجتمع المحلي بما فيها كيبوتس بيري ومثل أشرف ومثل أشرف الجنود المسلمون في جيش الدفاع قاتلوا إلى جانب الجنود اليهود والدروز والمسيحيين بشجاعة فائقة بطل ثالث الملازم سوفر هو أيضا معنا هو ضابط دبابات وجرح في المعركة جرح في معركة بينما يحمي الجنود زملائه من قنبلة أيضا خسر ذراع والرؤية في عينه اليسرى وهو يتعافى بشكل لا يصدق وخلال فترة قصيرة من الزمن سوف يعود إلى الخدمة كقائد لكتيبة أو فرقة دبابات عرفت أن هناك بطلا رابعا الملازم جوناثان من خامو خسر رجله ولا يزال في غزة ولا يزال يقاتل أصدقائي هؤلاء هم جنود إسرائيل لا ينحنون ولا يخافون وكما يقول الإنجيل سوف ينهضون مثل الأسود لقد نهضوا كأسود أسود إسرائيل ويهودة سيداتي وسادتي الرجال والنساء في جيش الدفاع الإسرائيلي يأتون من كل أركان المجتمع الإسرائيلي من كل أصل عرقي من كل لون ومن كل جنس من اليسار واليمين متدينين وعلمانيين وكلهم كلهم لديهم روح المكابيين المحاربون اليهود القدماء معنا اليوم أخي لا لايتر والد أحد هؤلاء المكاديميين والده هرب من أو نجى من المذابح النازية وجاء إلى أمريكا ثم انتقل إلى إسرائيل وقام بتأسيس عائلة ابنه موشي سمي على اسم والده وقد أصبح موشي ضابطا مثاليا في إحدى وحدات الدبابات وخدم لعقدين من الزمن بينما يربي ستة من أطفاله وفي السابع من أكتوبر موشي تطوع للعودة إلى القتال وبعدها بأربعة أسابيع قتل عندما انفجر لغم في فتحة نفق وفي جنازة ابنه يخيل قال التالي لو دولة إسرائيل لم تؤسس بعد مذابح النازية فإن الصور في ذاكرتنا الجمعية ستعكس صورة ذلك اليهودي الذي يرفع يده بينما بندقية نازي موجه له ولأنه ولد في إسرائيل ونتيجة لشجاعة جنود مثل ابن الشعب اليهودي ليس أعزلا في وجه الأعداء يخيل تفضل بالوقوف حتى نكرم تضحيات ابنك وأعدك وكل عائلات إسرائيل التي فقدت ولندن تضحيات أحبائكم لن تذهب سدى لن تذهب سدى وذلك لأنه بالنسبة لإسرائيل أن لا يحدث هذا أبدا هذا لن يكون وعدا خاويا سيبقى هذا قسما مقدسا وبعد السابع من أكتوبر أن لا يحدث هذا أبدا هو الآن أصدقائي هزيمتي أعداءنا تتطلب الشجاعة والوضوح الوضوح يبدأ عن طريق معرفة الفرق بين الخير والشر ولكن وبشكل لا يصدق الكثير من المحتجين المعادين لإسرائيل الكثير منهم يقف من اليهود يقف إلى جانب الشر إلى جانب حماس إلى جانب المغتصبين والقتل إلى جانب أولئك الذين جاءوا إلى القرى التعاونية للكبوتسيم إلى البيوت والدين خبأ أطفالهما في القبو ووجدوا وجد المخربون الباب وقتلوا الأطفال هؤلاء يقفون ما يجب أن يخجلوا من أنفسهم أطفالها شكرا إنهم يرفضون أن يميزوا ببساطة بين أولئك الذين يستهدفون الإرهابيين وأولئك الذين يستهدفون المدنيين ما بين دولة إسرائيل الديمقراطية وبين أوغاد حماس سمعنا من مدير الأمن الأمريكي أن إيران تمول وتروج للمظاهرات المعادية في أمريكا يريدون أو هؤلاء المحتجون حرقوا العلم الأمريكي حتى في الرابع من يوليو أود أن أحيي الروابط الطلابية التي حمت العلم الأمريكي من هؤلاء المحتجين المعادين لإسرائيل نعرف أن إيران تمول الاحتجاجات المعادية لإسرائيل التي تحدث الآن خارج هذا المبنى أعرف أنهم هنا وفي جميع أنحاء المدينة لدي رسالة لهؤلاء المحتجين عندما تغاطي طهران الذين قتلوا النساء لأنهن لا يغطين شعورهن عندما تفعل هذا فإنك تكون عبيط أو غبي موال لإيران البعض من هؤلاء المحتجين هذا مدهش بعض هؤلاء المحتجين رفعوا إشارات تقول المثليين من أجل غزة من الأجدر بهم أن يرفعوا شعارات تقول دجاج من أجل كي أف سي كينتاكي فرايد شيكن أيضا من يهتف من النهر إلى البحر الكثير لا يعرف عن أي نهر وعن أي بحر يتحدثون هم لا يحصلون على إف أو راسب في الجغرافيا وإنما يرسبون أيضا في التاريخ وصفوا إسرائيل بأنها دولة استعمارية ألا يعرفون أن أرض إسرائيل هي الأرض التي صلى فيها إبراهيم ويعقوب وإسحاق وديفيد وسليمان حكموا لحوالي أربعة آلاف سنة أرض إسرائيل كانت وطن الشعب اليهودي كانت دائما وطننا وسوف تبقى دائما وطننا ليس فقط احتجاجات الحرم الجامعية وإنما أيضا الناس الذين يديرون هذه الأحرم الجامعية ثمانين سنة بعد المذابح النازية رؤساء هارفرد وبينسلفينيا وأخجل أن أقول من التي تخرجت منها لم يستطيعوا أن يجلبوا أنفسهم لإدانة دعوات إبادة اليهود تذكرون ما قالوا؟ قالوا هذا يعتمد على الإطار دعوني أعطي هؤلاء الأكاديميين بعض الإطار معادات السامية هي أقدم كراهية في التاريخ ولقرون مذابح اليهود سبقتها اتهامات مثل تسميم الآبار نشر الطاعون استخدام دماء أطفال مذبوحين لعجن الخبز هذه الأكاديم المعادية للسامية أدت إلى اضطهاد ومذابح وإلى أسوأ مذبحة إبادة وهي مذابح النازية وهذه الأكاديم وجهت لقرون إلى الشعب اليهودي هناك أيضا أكاديم توجه الآن للدولة اليهودية لا لا تصفقوا استمعوا هذه الاتهامات الكريهة التي وصفت إسرائيل بالإبادة هي تهدف إلى نزع الشرعية عن إسرائيل وشيطنة الدولة الإسرائيلية واليهود في كل مكان ولهذا لا عجب أننا نرى صعودا في معادات السامية في أمريكا وفي العالم أصدقائي أينما وحيثما نرى آفة معادات السامية يجب وبدون تردد أن ندينها وأن نقاتلها بدون استثناء ولا يجب أن تخضعوا عندما التشهير بالدولة اليهودية يأتي من أناس يتحدثون بنبارات عالية عن العدالة هناك مثل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اتهم إسرائيل بدون خجل بأنها تجوع بالعمد شعب غزة هذا عبارة عن اختلاق إسرائيل مكنت لأكثر من ثمانين ألف شاحنة لعبور غزة أكثر من نصف مليون طن وأكثر من أربعة آلاف سعر حراري لكل رجل وامرأة وطفل في غزة لو الفلسطينيين في غزة لا يحصلون على طعام كافي هذا ليس لأن إسرائيل تعرقل وإنما لأن حماس تسرق هذه المعونة هذه الكذبة هناك كذبة أخرى مدعي عام المحكمة العدل الدولية بأنها تستهدف المدنيين في غزة بشكل متعمد لقد أسقطنا ملايين المنشورات وأرسلنا ملايين النصوص والمكالمات التليفونية لإخراج المدنيين الفلسطينيين من مكامل الخطر ولكن في نفس الوقت حماس تفعل كل ما تستطيع لوضع المدنيين الفلسطينيين في مواطن الخطر أطلقوا الصواريخ من المدارس ومن المستشفيات ومن الجوامع إنهم يطلقون النار على شعبهم عندما يحاول مغادرة مناطق القتال فتح حمد قال وتباهى استمعوا لهذا تباهى بأن النساء والأطفال الفلسطينيين يتميزون ويقومون بعمل ممتاز في كونهم دروع بشرية يا له من شر شرير بالنسبة لإسرائيل كل وفاة لمدني هي مأساة بالنسبة لحماس هذه استراتيجية في الواقع هم يريدون من المدنيين الفلسطينيين أن يموتوا حتى تشوه صورة إسرائيل في الإعلام الغربي ويضغط عليها كي تنهي الحرب قبل أن تنتصر هذا مكن حماس من أن تبقى يوما آخر كي تقوم بهجوم آخر مثل السابع من أكتوبر مرة ثانية وثانية أؤكد لكم بغض النظر عن الضغط لن أسمح لهذا أن يحدث أغلبية الأمريكيين الساحقة لم تصدق دعاية حماس وتستمر في دعم إسرائيل وأود أن أقول شكرا يا أمريكا شكرا لأعضاء مجلس شيخ نواب الذين يستمرون في دعم إسرائيل دعم الحقيقة ويرون الأكاذيب على حقيقتها بالنسبة للأقلية التي ربما اقتنعت بدعاية حماس أقترح أن تستمعوا إلى العقيد جون سبينسر وهو رئيس دراسات الحرب درس كل نزاع حضري في التاريخ الحديث صلحوني لا في التاريخ هو قال إسرائيل طبقت إجراءات احتياطية لمنع الأذى أكثر من أي جيش آخر وأكثر مما يتطلبه القانون الدولي لهذا السبب ورغم كل الأكاذيب التي سمعتموها الحرب في غزة فيها أقل نسبة مئوية أو نسبة ما بين المقاتلين والمدنيين في تاريخ الحروب تعرفون في غزة إنها أقل في رفح في رفح هذه النسبة هي الأقل تذكرون ما قاله الكثير من الناس لو إسرائيل دخلت رفح ستكون هناك الألاف وربما عشرات الألاف من المدنيين الذين يقتلون في الأسبوع الماضي أنا ذهبت إلى رفح وزرت قواتنا وهي تنهي قتال حماس وآخر كتيبة لحماس سألت القائد القائد كم عدد الإرهابيين الذين قتلتهم في رفح أعطاني رقم ألف ومتين وثلاثة سألته كم عدد المدنيين الذين قتلوا قال رئيس الوزراء عمليا لا لا أحد باستثناء حادثة واحدة شضية من قنبلة أصابت مستودع ذخائر لحماس وانفجرت وتقريبا لا أحد لماذا؟ لأن إسرائيل أخرجت المدنيين من موقع القطر وقال الناس أننا لن نتمكن من ذلك ولكننا فعلنا ذلك هؤلاء الأبطال هنا اليوم إنهم جنود إسرائيل الأبطال لا يجب أن يدانوا لإدارتهم الحرب في غزة وإنما يجب أن يثنى عليهم أود أن أشكركم هنا اليوم الذين يعارضون الاتهامات الموجهة لنا ويقفون مع الحقيقة هذه أكاذيب ومحكمة العدل الدولية تحاول أن تقيد يدي إسرائيل وتمنعها من الدفاع عن نفسها لو قيدت يدي إسرائيل فأمريكا هي التالية وأيضا قدرة كل الديمقراطيات على مكافحة الإرهاب سيتعرض للخطر وكد لكم أيدي الدولة اليهودية لن تصفد أبدا وإسرائيل ستدافع عن نفسها دوما أصدقائي في الشرق الأوسط إيران هي وراء كل الإرهاب وكل الإضطرابات وكل الفوضى وكل القتل وهذا لا يجب أن يفاجع أحدا عندما تأسست الجمهورية الإسلامية الخميني تعهد بأننا سنصدر الثورة إلى العالم بكامله سنصدر الثورة الإسلامية إلى العالم أكمل اسألوا أنفسكم أي دولة في النهاية تقف في طريق خطط إيران الشيطانية لفرض الإسلام المتشدد على العالم الإجابة واحدة واضحة أمريكا حارسة الحضارة الغربية وأقوى قوة في العالم لهذا السبب إيران ترى أمريكا كأكبر عدو لها في الشهر الماضي هذا تعليق مفترض عن الحرب في غزة ولكن عن شيء آخر هذا جاء من حزب الله وكيلة إيران قالت هذه ليست حرب مع إسرائيل إسرائيل في الواقع هي أداة والحرب الحقيقية هي مع أمريكا نظام إيران كان يقاتل أمريكا من ولادته ومن سنة 79 اقتحم السفارة الأمريكية واحتجز رهائن أمريكيين ل444 يوما منذ ذلك الوقت مكلا إيران استهدفوا أمريكا في الشرق الأوسط وخارج الشرق الأوسط في بيروت قتلوا 241 جندي في إفريقيا فجروا سفارات وفي العراق فجروا متفجرات لقتل وجرح الألاف من الجنود وفي أمريكا الأمريكيين وفي أمريكا أرسلوا فرق اغتيال فرق قتل لقتل وزير خارجية سابق ومستشار أمن قومي سابق وعلمنا مؤخرا أنهم أيضا خططوا لاغتيال نائب الرئيس أو الرئيس السابق ترامب ولكن يجب أن يفهموا لتحدي أمريكا عليهم أن يقعروا الشرق الأوسط وإيران استخدمت الكثير من وكلائها بما فيهم الحوثيين وحزب الله وحماس ومع ذلك وفي قلب الشرق الأوسط يقف في وجه إيران دولة ديمقراطية فخورة دولة دولة إسرائيل لهذا السبب الحشود في طهران تهتف الموت لإسرائيل قبل أن يهتف الموت لأمريكا بالنسبة لإيران إسرائيل أولا ثم أمريكا وعندما تقاتل إسرائيل حماس فإنها تقاتل إيران وعندما نقاتل حزب الله فإننا نقاتل إيران وعندما نقاتل الحوثيين فإننا نقاتل إيران ونحن نقاتل أكبر عدو متشدد لأمريكا شيء آخر عندما تتصرف إسرائيل لمنع إيران من تطوير سلاح نووي سلاح نووي يمكن أن يدمر إسرائيل ويهدد كل مدينة أمريكية كل مدينة تأتون منها نحن لا نحمي أنفسنا فقط وإنما نحميكم أنتم أصدقائي لو كنتم تذكرون شيئا واحدا من هذا الخطاب تذكروا التالي عدونا هو عدوكم وقتالنا هو قتالكم ونصرنا سيكون نصركم سيداتي وسادتي هذا النصر في رؤيتنا الآن وأي ضربة لحماس هي ضربة لمحور الشر حزب الله هاجم إسرائيل في الثامن من أكتوبر بعد يوم من هجوم حماس وأطلق حزب الله آلاف الصواريخ والمسيرات ضدنا وثمانين ألف من مواطنين في شمال إسرائيل أخلوا بيوتهم وأصبحوا عمليا لاجئين في وطنهم نحن ملتزمون بإعادتهم إلى بيوتهم وتحقيق هذا دبلوماسيا ولكن دعوني أكون واضحا إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لاستعادة الأمن إلى الحدود الشمالية وإعادة شعبنا إلى بيوتهم بسلام في يوم الجمعة الماضي وكيل ثالث لإيران الحوثيون هاجموا تل أبيب بمسيرة فتاكة والانفجار كان على بعد عدة مئات من الأقدام من السفارة الأمريكية القديمة وقتل واحد وجرح تسعة أنا فوضت بالرد على الهجوم وكل الأعداء يجب أن يعرفوا أولئك الذين يهاجمون إسرائيل سيدفعون ثمنا غاليا ونحن ندافع عن أنفسنا في كل الجبهات أعرف أن أمريكا تقف وراءنا وأنا أشكركم على ذلك من الحزبين شكرا أصدقائي لعقود من الزمن أمريكا وفرت لإسرائيل مساعدات عسكرية سخية وإسرائيل الممتنة وفرت لأمريكا معلومات استخباراتية حيوية أنقذت أرواحا كثيرة وسويا طورنا بعض من أحدث الأسلحة أخ طورنا سويا بعض الأسلحة الحديثة التي تحمي بلدينا أو أكثر الأسلحة حداثة أيضا نعمل على حماية مصالحنا المشتركة في الشرق الأوسط مما يجعل الحاجة لوضع جنود أمريكيين في الشرق الأوسط أقل أنا أقدر إلى حد كبير دعم أمريكا بما في ذلك في هذه الحرب الحالية ولكن هذه لحظة استثنائية لو نظرنا على المساعدات العسكرية الأمريكية يجب أن تتسرع لمساعداتنا على منع حرب أوسع في الشرق الأوسط في الحرب العالمية الثانية بريطانيا حاربت في الخطوط الأمامية دفاعا عن الحضارة وشيرشيل قال هذه الكلمات قال أعطونا الأدوات وسوف ننهي المهمة اليوم إسرائيل تقاتل في مقدمة الخطوط الأولى للدفاع عن الحضارة وأنا أقول لأمريكا أعطونا الأدوات بالسرعة وسوف ننهي المهمة بالسرعة أصدقائي الأعزاء الحرب في غزة يمكن أن تنتهي غدا إذا استسلمت حماس وألقت سلاحها وأعادت كل الرهائن ولكن لو لم يفعلوا ذلك فإن إسرائيل ستقاتل إلى أن ندمر قدرات حماس العسكرية وحكمها في غزة وإعادة كل رهائننا إلى بيوتهم هذا ما يعنيه النصر الكامل ولن نقبل بشيء أقل من ذلك اليوم الذي يعقب هزيمة حماس غزة جديدة يمكن أن تظهر رؤيتي لذلك اليوم هو غزة منزوعة السلاح وبعيدة عن التشدد إسرائيل لا تسعى في الاستيطان في غزة ولكن من أجل المستقبل علينا أن نبقي سيطرة أمنية لمنع عودة الإرهاب والتأكد من أن غزة لا تشكل أبدا تهديدا لإسرائيل غزة يجب أن تكون فيها إدارة مدنية بقيادة فلسطينية لا تسعى لتدمير إسرائيل هذا ليس بالكثير أن نطلبه هذا شيء أساسي لن الحق في أن نطلبه وأن نحصل عليه جيل جديد من الفلسطينيين لا يجب أن يتعلم كراهية اليهود وإنما أن يعيش بسلام معنا هذه الكلمتان نزع السلاح ونزع التشدد هذه مفاهيم طبقت على ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية وهذا قاد إلى عقود من السلام والازدهار بعد انتصارنا وبمساعدة الشركاء الإقليميين نزع السلاح ونزع التشدد عن غزة يمكن أيضا أن يقود إلى مستقبل أمن وازدهار وسلام هذه هي رؤيتي لغزة الآن اسمعوا أو هذه هي رؤيتي للشرق الأوسط الأعم وبلورت جزئيا بما رأيناه في أعقاب الحرب العالمية الثانية في أعقاب تلك الحرب أمريكا بلورت تحالفات أمنية لمواجهة التهديد السوفيتي وبالمثل أمريكا وإسرائيل يمكن أن تبلور تحالفات أمنية في الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني كل الدول في حالة سلام مع إسرائيل والدول التي ستعقد سلام مع إسرائيل يجب أن تدعى للانضمام إلى هذا التحالف لقد رأينا شرارة لهذا التحالف وأكثر من نصف دول الشرق الأوسط انضمت إلينا في مواجهة الصواريخ والمسيرات الإيرانية شكرا للرئيس بايدن لإعداده هذا التحالف التحالف الجديد الذي أراه سيكون امتدادا طبيعيا لاتفاقيات إبراهام هذه الاتفاقيات رأت سلاما بين إسرائيل ودول عربية لدي اسم لهذا التحالف الجديد أعتقد يجب أن نسميه تحالف إبراهام أود أن أشكر الرئيس ترامب لقيادته في إبرامي اتفاقيات إبراهام أود أن أشكر الرئيس ترامب لكل الأشياء التي عملها لإسرائيل من الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان ومواجهة العدوان الإيراني والاعتراف بالقدس كعاصمتنا ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس هذه هي القدس عاصمتنا الأبدية والتي لن تقسم أبداً أصدقائي العزاء الديمقراطيون والجمهوريون رغم أوقات الاضطرابات هذه أنا متفائل بالنسبة للمستقبل بالنسبة لإسرائيل لأن شعبي الشعب اليهودي خرج من أعماق الجحيم إلى ومن الإبادة ورغم كل الظروف استعدنا السيادة على وطننا وبنينا ديمقراطية يانعة تعمل على الخير للإنسانية أنا متفائل بالنسبة لأمريكا لأنني متفائل بالنسبة للأمريكين وأعرف مدى تضحيات سكان هذه البلاد دفاعاً عن الحرية وأمريكا ستكون قوة قوة خير في عالم مظلم وأمريكا ستبقى دائماً نبراس الحرية وهذا ما رآه الأباء المؤسسون في 1776 واثق بأن بلدين ستقفان في وجه طغاتي وكرئيس وزراء إسرائيل أعدكم بالتالي بغض النظر عن الوقت وعن الصعوبة أمامنا إسرائيل لن تتقاعس ولن تنحني ونحن ندافع عن أرضنا وشعبنا وسنقاتل إلى حين تحقيقي النصر على الطغيان هذا هو التزامنا المقدس وسوف نستمر في العمل مع الولايات المتحدة وشركائنا العرب لتحويل منطقة ونقلها من الفقر والحروب إلى واحة للسلام والازدهار وفي هذه المهمة النبيلة مثل الكثير من المهام إسرائيل ستبقى دائما حليف أمريكا الذي لا غنى عنه في كل الأوقات ومن خلال الأوقات العصيبة والجيدة إسرائيل ستبقى دائما صديقكم المخلص وشريككم وبالأصالة عن شعب إسرائيل جئت إلى هنا اليوم كي أقول شكرا يا أمريكا شكرا لدعمكم وتضامنكم شكرا لوقوفكم مع إسرائيل في ساعة الاحتياج هذه سويا سندافع عن حضارتنا المشتركة سويا سنؤمن مستقبل أفضل لبلدينا بارك الله في إسرائيل وبرك الله في أمريكا وبرك الله في التحالف العظيم بين إسرائيل وأمريكا إلى الأبد شكرا للمشتركة للمشتركة شكرا للمشتركة للمشتركة أيضا لعدد من أنواب الديمقراطي نقف أكثر على الصورة مع زميلي من داخل الكونغرس رابح فلالي إذن رابح يعني كيف كانت الأجواء ما هي النقاط التي ربما ارتكز عليها نتنياهو أكثر من غيرها كانت هناك عدة نقاط كانت هناك طرحات شاملة أيضا كانت هناك بعض الأسئلة التي كانت تعالقة هنا في واشنطن لوقت غير بسيط كانت هناك بعض الردود أيضا من جانب المسؤول الإسرائيلي الأول هنا في زيارته لمبنى الكابيتول كانت هناك أيضا تلك الرسائل سواء لتلك الاحتجاجات التي كانت شاهدتها الجامعات والمدن الأمريكية في وقت من الأوقات كانت هناك أيضا رسائل وردود على تلك الأصوات التي ارتفعت داخل الكونغرس حول قضية الدعم لإسرائيل أو حول قضية الأزمة الإنسانية القائمة في قطاع غزة هذا في جانب جانب آخر كانت هناك أيضا تلك التأكيدات القديمة الجديدة حول قدسية التحالف الأمريكي الإسرائيلي سواء فيما يتعلق بالأمن المشترك سواء فيما يتعلق بالمصالح المشتركة بين البلدين سواء أيضا فيما تعلق بذلك التحالف التاريخي المقدس كما قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي ولكن أيضا بالإضافة إلى ذلك كانت تلك الرواية الإسرائيلية المتعلقة بالأحداث أو الأسباب التي قادت إلى الحرب الحالية مع تجديد التأكيد أن الآن إسرائيل ما تقوده في قطاع غزة هي تقود حرب لوكيل إيراني في المنطقة عندما ربط المسؤول الإسرائيلي بين سلوك حماس وطموح وتحالفات إيران الإقليمية إضافة كما ربط الأمر كذلك بهجوم الحوت على إسرائيل هذا في جزء وكذلك حزب الله في جنوب لبنان قدم هذه الرواية وقال أيضا أن استهداف إسرائيل هو استهداف للأمن القوم الأمريكي وربط بأن امتلاك إيران لسلاح نووي هو بالتأكيد ليس فقط تهديد لإسرائيل ولكن أيضا هو تهديد للولايات المتحدة ولذلك عاد ليؤكد مرة وأخرى وفي أكثر من مناسبة أن الموقف الأمريكي من إسرائيل هو موقف مقدس لهذه الأسباب لأن هناك مصالح مشتركة هناك أيضا تأكيد على أن إسرائيل هي أفضل شريك للولايات المتحدة في المنطقة سواء أن تعلق هذه الشركة بحماية المصالح الاقتصادية الأمريكية أو بحماية المصالح العسكرية الأمريكية عندما قال أن إسرائيل قوية سوف تحمل ولايات المتحدة من إرسال مزيد من جلودها إلى منطقة الشرق الأوسط هذا على مستوى استراتيجي بشكل عام ولكن أيضا كانت هناك إجابات قدمها المسؤول الإسرائيلي الأول بالنسبة للمشرعين الأمريكيين وخاصة في الجانب الديمقراطي هنا في واشنطن عندما كانت تلك الأسئلة تطرح منذ بداية هذه الحرف السابع أكتوبر هل لإسرائيل وتحديدا لرئيس الحكومة الإسرائيلية أو لحكومة الحرب الآن في إسرائيل خطة اليوم الموالي فيما يتعلق بقطاع غزة أجاب بقوله أن لديه خطة قوم أساسا على محاربة التشدد في القطاع ومحاربة تسليح القطاع وأن مرحلة قادمة يجب أن تكون خالية من التطرف وخالية أيضا من المقاومة في قطاع أو ما يسمى بسلاح بين قوسين تسليح أيضا في القطاع ولذلك هذه الطرحات التي قدمها هي تجيب على هذه الأسئلة التي ترتبط باليوم الموالي هناك مرافعة أخرى رفعت أيضا فيما يتعلق باتهام أو تلك الأصوات التي ترتفع وتقول أن الحكومة الإسرائيلية لم تسمح بوصول المساعدات حتى من قبل نواف الكونغرس بالمناسبة بالقدر الكافي إلى داخل القطاع وقدم أرقام تثبت هذا ولكنه عاد ليفسر أيضا أن إسرائيل سمحت بمرور الكمية الكافية والنوعية الكاثية أيضا من المساعدات ولكن إسرائيل حريصة على أن هذه المساعدات لا يجب أن تذهب إلى عناصر حماس وهي المرافعة التي قدمها أيضا هناك عودة جزئية إلى تاريخ قريب إلى تلك المواقف التي اتخذتها إدارة الرئيس السابق دون عبد ترامب منها كل هذه كل هذه المحاور سواء تعلق الأمر بالحرب الحالية سواء تعلق الأمر بالرؤية الإسرائيلية ولكن أكثر ربما ما سيكون مهما بالنسبة لأعضاء الكونغرس هي رؤية المستقبل إناس شكرا لك رباح فلالي كنت معنا مباشرة من داخل الكونغرس الأمريكي متابعا لهذه الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتانياه ومن الكونغرس الأمريكي إلى القسمة الأخرى محمد الصياد محمد هل حملت هذه الكلمة لنتانياه إلى دخل الإسرائيلي أي أجوبة أو أي تفسيرات هل جاءت ربما مطابقة لما تم توقعه لأنه كان هناك العديد من الاعتراضات قبيل صفر نتانياه إلى الولايات المتحدة هي فعلا هي كلمة متوقعة لداخل الإسرائيلي لكن غير مرضية لشريحة من الداخل الإسرائيلي خصوصا أوساط العائلات الرهائن إضافة إلى المعارضة لكنها كانت مرضية لليمين المتشدد وأول تعليق لوزير على هذه الكلمة هو وزير الأمن القومي إتمر بن كفير الذي أشار بكلمتين على إكس في منشور بأنه راض عن هذه الكلمة لأنها لم تحمل إنهاء للحرب لم يكن هناك ما توقعته أو ما كانت تطالب به عائلات الرهان الإسرائيليين وهنا بيئة المناسبة ربما في الولايات المتحدة وخلال أو معبد رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا الخطاب كشفت بعض عائلات الرهان الإسرائيليين عن ملابس يلبسونها ويرتدونها وكتب عليها صفقة الآن بمعنى هذه رسالة لبنيامين نيتنياهو بأنه خلال اعتلائه المنصة في الكونغرس كانت فرصة لأن يقول أنه يدعم المقترح الذي بلوره فيما يتعلق بالاتفاق هذا مخيب للأمان لهذه العائلات لأنه لم يقل ولم يعلن ذلك إضافة إلى أنه أعلن وتشبث ببعض مواقفه فيما يتعلق بالحرب لأن هذه الحرب لن تنتهي إلا بتحقيق أهدافها لم يقل بأن هناك صفقة قريبة وإنما قال بأن ما يحدث من جهود لإطلاق صراحة الرهائن أو أن الجهود تثمر تثمر الآن هو يتحدث عن الضغط العسكري وليس فقط عن الجهود السياسية لأن حتى الوفد الذي كان من المقرر أن ينطلق غدا إلى الدوحة لا ينطلق غدا تأجلت عملية إرسال هذا الوفد لها الأسبوع المقبل انتظارا لما ستسفر عنه محادثة بن يمين نتنياهو غدا أيضا بالرئيس الأمريكي جو بايدن بحسب مصادر إسرائيلية نقلت عنها هيئة البث إذن نتحدث عن كلمة كان من المتوقع أن يعلن فيها عن رؤيته لمستقبل غزة وفعلا أعلن بها وقال أنه يريد غزة يطمح إلى غزة منزوعة السلاح إدارة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية إسرائيلية هو يحاول أن يقول بأنه يريد تجربة الضفة الغربية لكن بأدوات أخرى هو لم يقل من هي الجهة الفلسطينية إضافة إلى رؤيته للشرق الأوسط تحدث عن علاقات مع دول عربية أو مع دول تريد أن تنسج علاقات أمنية مع إسرائيل ضد إيران تحدث كثيرا عن إيران وتحدث عن مسألة حزب الله والحدود الشمالية وبأنه سيعيد المواطنين الإسرائيليين إما بالتسوية السياسية أو ألمح إلى أدوات أخرى ومنها العسكرية شكرا لك محمد السي كنت معنا مباشرة من القدس شكرا لك موصول لك ربح فلالي كنت معنا من داخل الكونغرس الأمريكي وللوقوف على النظرة أوضح حول هذه الكلمة التي ألقاها بن يمينة يهو في الكونغرس الأمريكي ينضم إلينا من واشنطن كل من ديفيد مكافسكي الباحث في معهد واشنطن والبروفيسور جيزيف الأستاذ المشارك في برنامج السياسة الخارجية الأمريكية تابع لكلية الخدمة الدولية في الجامعة الأمريكية في واشنطن أهلا بكم ضيوفي أبدأ معك أولا بروفيسور جيزيف يعني إلى أي مدى تعتقد أن هذه الكلمة التي ألقاها بن يمينة تانيه التي لقت حفاوة بالغة في الكونغرس الأمريكي بغرفته أجابت على الإسئلة بوضوح كاف هل جاءت الأجوبة واضحة على خطة اليوم التالي هل جاءت الأجوبة واضحة حول هذه الصفقة التي هي في طريقها ربما إلى ألب الوراء أو إلى ظهور مواقف مواضحة لها خطاب نتنياهو فيه بعض العناصر التي نراها دائما في خطباته المرة الرابعة التي يتكلم فيها أمام غرفتي الكونغرس وبالتالي يكرر بعض الكلام وكان هناك كلام عن إنقاذ الرهائن وتركيز كامل على إيران على أنها مصدر مشاكل المنطقة وقدم الكثير أيضا لجمهوريين والإنجليين وللإسرائيليين في إسرائيل عندما تكلم عن الحرب بين البرابرة ومن يدافع عن الخير ولكن فيما يتعلق بالأجوبة عن الأسئلة الكبيرة لم يقدم الكثير فيما يتعلق مثلا بوقف لإطلاق النار أو باتفاق ما كان هناك أمل أن يتكلم عن استراتيجية اليوم التالي ولكن كل ما قاله في الواقع هو أنه يتطلع إلى نزع العسكرة عن غزة وكذلك نزع التطرف عن غزة هذه مجرد كلمات وليست خطة علينا أن ننتظر لنرى ما الذي سيحصل غدا عندما يلتقي رئيس بايدن ونائبة الرئيس هاريس وربما ستكون هناك نتائج مختلفة أذهب لك سيد مكافسكي أهلا بك من جديد هذه الكلمة التي ألقاها نتانياه لعلنا ربما تابعنا النقطة التي كان يتحدث فيها عن أن إسرائيل تطالب وتقول عطونا الأدوات بسرعة وسوف ننهي هذه المهمة بسرعة ما الذي تحتاجه إسرائيل من الولايات المتحدة عسكرية في هذه المرحلة وهل تتحدث ربما هي أصلا في عملية دعم غير مشروطة ما الذي تطمح إليه وتناشد به إسرائيل الولايات المتحدة في هذا الخطاب عبر نتانياه نعم شكرا لاستضافتي يمكننا أن ننظر إلى الخطاب من عدة مناظير جوابا عن سؤالك هو يريد أن يرفع الحذر عن القنابل التي تزين الفايتون إسرائيل استفادت منذ السابع من أكتوبر 20 الأول من عمليات تسريع الأسلحة التي تم تخفيفها الآن لأن ربما يمكن أن يكون هناك عرقلة للأسلحة ولكن هذا الأمر أعتقد تم تخطيه وزير الدفاع الإسرائيلي غالنت تكلم عن هذه المواضيع في زيارته حول السؤال العام لأعلق على ما قاله غاي أعتقد أن نتنياهو يشعر أن إسرائيل تم شيطنتها على الساحة الدولية وأراد أن يظهر الجانب الإسرائيلي للقصة لذلك تكلم مع الكثير من الحماس أو التشديد عن المحكمة الدولية وعن كيفية توفير إسرائيل للمساعدات الإنسانية بطالة يتكلم عن المنظور الإسرائيلي أما السؤال الأساسيين الآن أو ربما ثلاثة ماذا عن الرهائن لا أعتقد أننا توقعنا أن يكون هناك أي نتيجة ننتظر الاجتماع فقط مع الرئيس ونائبة الرئيس لنرى إن كان هناك تنازلات ستقدمها إسرائيل في المفاوضات وبالتالي لا يفاجئنا أن لن نتكلم عن أي تقدم في مفاوضات الدوحة أو لم يقدم أي تنازلات مجددا ننتظر غدا لنرى إن كان هناك أي إعلان رسمي تراجع عن بعض متطلباته النقطة الثانية كما سألت في سؤالك تتعلق باليوم التالي في اليوم التالي لم يأتي بأي جديد قال أن هناك إدارة فلسطينية مدنية وقال أن إسرائيل سيكون لديها نوع من السلطة على المستوى الأمني كما يحصل مثلا في منطقة باء من الضفة الغربية وفق تصنيف أوسلو لم يتكلم عن السلطة الفلسطينية أعتقد أن البعض توقع أن يتكلم عن ذلك فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية توقعت أن يكون أكثر وضوحا ولكن فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية عليه أن يتقدم على المستوى الفلسطيني وبما أنه لم يرغب في أن يقدم أي تنازل على المستوى الفلسطيني فيما يخص المملكة العربية السعودية هل تعتقد سيد مكافسكي أنه حينما تحدث عن جميع الدول التي ستصنع سلاما مع إسرائيل هي مدعوة لتحالف هذا التحالف الذي اقترح أن يكون اسمه تحالف إبراهيم هل كان يتحدث عن المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة؟ هل كان ربما يتحدث عن سلاما مرتقب معها؟ نعم طبعا كان يشير بطريقة غير مباشرة ربما إلى المملكة العربية السعودية عندما يتكلم عن تحالف معادن لإيران ولكن المملكة تقول تريد تطبيع معنا ونحن نريد تطبيع مع إسرائيل في إطار اتفاق مع المملكة حول الأمن أو معاهدة هذا يعني أننا نريد تقدما على المسار الفلسطيني وهذا ما لم نراه اليوم ربما في الأيام المقبلة نعرف أن الكنيسة ستدخل في الفرصة الصيفية يوم الاثنين ونعرف أيضا أن نتنياهو يواجه ضغوطات اليمين المتطرف في حكومته وبإمكانهم إسقاط الحكومة ففي الأشهر الثلاث مع الفرصة الصيفية للكنيسة أتساءل ربما قد نرى بعض المرونة في بعض المجالات ولكن طالما أن الكنيسة ما زالت تجتمع هذا غير ممكن نتنياهو دافع عن إسرائيل ولكن لم يتكلم عن ما قد تقدمه إسرائيل من تنازلات هذا حتى الساعة لم يحصل ربما سنسمع شيء جادي عن الرهائن بعد الاجتماع مع الرئيس بايدن غدا ابقى معي ودعني أتواجه مرة أخرى إلى بروفيسور زيف أنت معنا مباشرة من واشنطن الأتذى المشارك في برنامج السياسة الخارجية الأمريكية التابعة لكلية الخدمة الدولية في الجامعة الأمريكية بواشنطن سيد زيف مرة أخرى يعني لعلى من النقاط التي تم التطرق إليها من قبل بنيمينة تنياهو هو ملف المساعدات الإنسانية قال إن إسرائيل تقوم بإدخال كل هذه المساعدات المطلوبة الوحدات الحرارية التي تدخل وقال إن حماس هي من تقوم بالسطو على المساعدات الداخلة إلى الداخل الفلسطيني أو إلى المنطقة في غزة إلى أي مدى يتفق هذا الطرح مع رؤية الولايات المتحدة التي تناشد دوما إسرائيل بسرعة إدخال المساعدات وبرفع عدد هذه المساعدات هذا عنصر آخر مهم سنعرف المزيد عنه غدا بعد الاجتماع بين رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس بايدن ونائبة الرئيس هاريس وأشير إلى أن رئيس بايدن لديه قدرة إضافية الآن ليفرد بعض الطلبات التي ربما لم يرغب بفردها عندما كان هو المرشح ولكن بعد أن انسحب من الانتخابات أعتقد أنه سيتمتع بقدرة أكبر للضغط على نتنياهو وهو كان متماسكا في موقفه وكذلك نائبة الرئيس هاريس للضغط على نتنياهو ليعمل على مستوى المساري الإنساني سنرى بعد اجتماعات غد ما سيحصل أعود إليك مرة أخرى سيد ديفيد مكافسكي البحث في المعهد واشنطن وعضو فريق المبعوث الأمريكي للسلام إلى أي مدى تعود ربما على لقاء الغد ما بين نتنياهو وابايدن في حالة الأمور أو في ظهور نقاط واضحة عن خطط اليوم التالي عن الرؤية في عملية وقف إطلاق النار أو تهدئة ربما في الحديث عن العديد من النقاط نعم مجدداً لست أدري إن كانت هناك أمور سيعلن عنها ولكن في نهاية المطاف الأمر يتعلق بهيكلية الاتفاق المتوفرة الآن واتفاق على مراحل الأساس هو المرحلة الأولى لابد من إطلاق صراح 33 رهينة لست أدري إن جميع هؤلاء سيكونوا على قيد الحياة ولكن حماس فصلت المرحلة الأولى من المرحلتين الثانية والثالثة حتى الآن كانت حماس تفرض على إسرائيل أن تنسحب بشكل كامل من غزة قبل إطلاق صراح أي من الرهين الآن يتكلمون عن إطلاق صراح الرهين مقابل إطلاق إسرائيل لسجناء فلسطينيين وإسرائيل تقول إن حماس في موقع صعب الآن وبالتالي إسرائيل ليس عليها أن تتنازل نعرف أيضا فيما يتعلق بممار فيلادلفي بين غزة ومصر حيث كان هناك تهريب للأسلحة إسرائيل تريد أن تبقى في هذه المنطقة ستستعمل ربما التكنولوجيا وبعض المنشآت تحت الأرض ولكن إسرائيل تبقى على هذا المحور فيما يتعلق بوادي غزة ونهر غزة نحو الشمال لدى إسرائيل بعض المنشآت لتمنع الدخول لمقاتلي حماس إلى شمال غزة وأعتقد أنه سيشدد هو على محور فيلادلفي وممر نتزارين في الشمال من دون سيطرة إسرائيل على مقتتين لا اتفاق وبايدن يقول كان لدينا تفاهما علينا أن نحافظ على ما وصلنا إليه لم يبق الكثير من الوقت ودافيد بارنيا رئيس الموساد قال وكررت ذلك وسأل الإعلام الإسرائيلية تكلم عن النساء الأربعة الرهائن وقال إن الوقت ليس كاف لأن هؤلاء محتجزون في ظروف صعبة جدا والأولوية هي لإطلاق سراحهم بدل أن تقدم طلبات جديدة ربما من المشروع أن تفرض طلبات جديدة ولكن الأولوية يجدر أن تكون لإطلاق سراح الرهائن وكلما أضفنا شروط كلما تعقدت المفاوضات السؤال الأساسي بالنسبة إليه هو كيف يمكنني أن نحكم على نتائج الاجتماع بين نتنياهو وبايدن وإن كان نتنياهو سيشدد على تمسكه بهذه النقاط الرئيس بايدن سيقول له فلنبدأ بإطلاق سراح الرهائن الثلاثة والثلاثين الذين يعيشون في الجحيم ثم نتكلم عن الشروط الأخرى لست أدري إن كنا سنسمع علنا عن ما سيدور في اجتماع الغد ونعرف أيضا أن الكنيسة تتوقف عن العمل للفرصة الصيفية يوم الاثنين وعندها لا يمكن لليمين المتطرف أن يطرح الثقة بالحكومة وأن يسقط الحكومة في إسرائيل في أي أسبوع إن لم يكن للفريق الحاكم أكثرية 61 نائبا فيمكن أن تطرح الثقة وأن تسقط الحكومة فعلينا أن ننتظر لنرى ما الذي سيحصل وإن كنا سنعلم كل ما سيجب في الاجتماع على أي حال هو اجتماع مهم جدا بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي قد نعرف النتائج أم لا ولكن هذا الأمر أساسي في انتظار إذن ما قد تصفر عنه ربما هذه الجولة من المفاوضات شكرا لك ضيفي من واشنطن ديفيد ماكاوسكي عضو فريق المبعوثة الأمريكية للسلامة شكرا لك ذلك موصولي بروفيسور جيزايف الأتاز المشارك في برنامج السياسة الخارج الأمريكية التابعة لكلية الخدمة الدولية في الجامعة الأمريكية في واشنطن إذن تشكل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين يتنياهو إلى الولايات المتحدة فرصة لإعادة ضبط العلاقة مع واشنطن بعد أشهر من التوترات غير المسبوقة بين البلدين فما هي طبيعة الخلافات وإلى ماذا يسعى نتنياهو في زيارته صحيفة واشنطن بوست تحدثت ربما ونقلت عن مسؤولين أمريكيين تأكيداتهم بأن هناك أربعة ملفات خلافية تتعلق بقطاع غزة تهيمن على زيارة نتنياهو وتشكل هذه الملفات الأربعة محور لقاءاته في الولايات المتحدة نبدأ من الملف الأول هو بحسب الصحيفة يتعلق بمصير اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرة حيث يبدي مسؤولون أمريكيون تململا من تعامل نتنياهو مع الملف عند أكثر من محطة وهو ذات الأمر الذي حاول نتنياهو أن يقم بتلافيه من خلال إشاعة أجواء إيجابية يتوحي بقرب التوصل لإبرام اتفاق بالتزامن مع وصوله إلى العاصمة الأمريكية الملف الثاني بحسب أيضا واشنطن بوست يتعلق بتقديم وتسهيل وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حيث تولي الإدارة الأمريكية اهتماما خاصا بهذا الملف وتحديدا هذا ما لا تجاري بها الحكومة الإسرائيلية التي لا تزال تغلق حركة المعابر إلى حد كبير بحسب التصريحات الأمريكية والمسؤلين الأمريكيين كذلك في أن موضوع تسليم بعض الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل يشكل مادة خلافية أساسية وذلك بعد الحديث من قبل الجيش الإسرائيلي عن البطء في تسليم بعد تعليق شحنة قنابل ثقيلة قالت الولايات المتحدة أنها يمكن أن تلحق دررا فاضحة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مايو الماضي أما الموضوع الرابع فيتعلق بحسب الجريدة بافتقار إسرائيل إلى خطة اليوم التالي وهي لحكم قطاع غزة بالطابع على الرغم من أن الهدف المشترك المتمثل في القضاء على حركة حماس وفي منعها من العودة لحكم القطاع بحسب تصريحات لجانبين الأمريكي والإسرائيلي متفق عليه وبالرغم من الموضوعات الخلافية التي طرأت بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة إلى أن الدعم الأمريكي لإسرائيل لم يتوقف يوما حيث لا تزال إسرائيل منذ يوم تأسيسها هي المتلقي الأكبر للمساعدات الخارجية الأمريكية وهي الحليف الأوثق للولايات المتحدة بحسب توصيف السياسيين الأمريكيين الدائم لا تحشب محطات الخلاف أو التباين الظرفية بين الإدارة الأمريكية الحالية ودولة إسرائيل حجم الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل في كافة المجالات منذ يوم إنشائها وصولا إلى الأشهر القليلة الماضية بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة فالرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تعهد يوم السابع من أكتوبر الماضي بتقديم جميع أنواع الدعم المناسب لإسرائيل في حربها والذي زارها بعد ثلاثة أيام فقط من اندلاع القتال تحدث كما غالبية السياسيين الأمريكيين عن أهمية استمرار الدعم بكافة أشكاله للحليف الأول بحسب التوصيف الأمريكي الدائم فإسرائيل لا تزال حتى اليوم أكبر متلق للمساعدات القارجية الأمريكية منذ يوم إنشائها حتى بلغت قيمة هذه المساعدات نحو 160 مليار دولار وهي قد تصل إلى 260 مليار دولار في حال تم احتساب المساعدات غير المباشرة بحسب بيانات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومعظم المساعدات الأمريكية لإسرائيل تذهب إلى القطاع العسكري وهذا ما لم تغيره الحرب على غزة ولا اعتراضات سياسيين أمريكيين على ما يجري هناك حيث وصلت قيمة المساعدات العسكرية التي أقرها الكونغرس هذا العام إلى 18 مليار دولار ويعكس حجم الدعم السياسي والمساعدات الخارجية الأمريكية مقدار الاهتمام الذي توليه الإدارات الأمريكية المتعاقبة لإسرائيل التي تعتبرها الولايات المتحدة شريكا حيويا في المنطقة تجمعها به أهداف استراتيجية مشتركة وهو الأمر الذي لا يزال مستمرا أهل المزيد ينضم إلينا مباشرة من واشنطونجك وعلى ساسفير الأمريكي السابق وكبير الباحثين في برنامج الشرق الأوسط بمركز كارنيجي للسلام وجون فورتير كبير الباحثين في معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامة أهلا بكم على هواء الحرى سيد والاس أبدأ معك أولا في هذا الخطاب الذي تبعنا للتو لبن يمين نتنياهو إلى أي مدى بدأ لك نتنياهو جدا في إبرامي هذه الصفقة وفي الحديث عن خطتي اليوم التالي اليوم كان التركيز على السياسة غدا سيتم التركيز على ديبلوماسية في اللقاء بين نتنياهو والرئيس بايدن في خطابه دافع نتنياهو عن موقف إسرائيل وكيفية إدارتها للحرب من دون أن يقدم أي تفاصيل جديدة تتعلق بوقف لإطلاق النار أو فيما يتعلق بإطلاق سراح الرهائن وأعتقد أن نتنياهو لم يرغب في أن يتكلم عن أي شيء إلا العموميات ولا يتكلم مثلا عن اليوم التالي بل فقط عن هزيمة حماس ضيفي مرة أخرى سيد جون فورتير القضايا الخلافية المطروحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إسرائيل دعني أفكر ربما هذه النقطة التي تتحدث عن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة هذه النقطة التي تقول إسرائيل أنها لا تقصر فيها وتقول الولايات المتحدة أنها توليها تماما خاصا يعني إلى أي مدى يتوقع أن يحدث تقدما فيه ولسيما وأن إسرائيل قالت أنها تقدم الكافي وأن المساعدات تسرق من قبل حماس نعم طبعا في الخطاب لم نكن نتوقع أن يقدم رئيس الوزراء حلولا أو تفاصيل تتعلق باتفاق ما هنا نتكلم عن السياسة أما في الإطار الأمريكي فالرئيس بايدن لطالما دعم إسرائيل ولكن أشار إلى بعض القيود التي تمنى أن تفرض على الحرب في غزة طبعا هو يواجه انقساما ضمن حزبه بعض هؤلاء يدعمون إسرائيل بعض لآخر لديه بعض الشروط أو المشاكل فنحن ننتظر أن تكون هناك نتائج فعلية تأتي بعد اجتماعات غدا وما الذي ستقوم به نائبة الرئيس هاريس أعتقد أن الناس في فوكس يعتبرون أنها لا تدعم إسرائيل بالمستوى نفسه مقارنة بالرئيس فعلينا أن نستمع إليها لنعرف ما سيحصل وأنت تتحدث عن سيدة كامالا هاريس نتانياهو في خطابه سيد فورتير تحدث أو شكر الرئيس السابق دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة المقبلة وشكر أيضا الرئيس جو بايدن هل حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتانياهو ربما أن يجاري الأوضاع السياسية الداخلية في الولايات المتحدة طبعا لدينا انتخابات وكل من الرئيس بايدن ورئيس السابق ترامب كان في سدة الرئاسة ونتانياهو عليه أن يتعامل مع الفريقين يريد أن يتعاطى مع الفريقين لأننا لا نعرف ما الذي سيحصل في الانتخابات هناك عدم يقين يتعلق ربما بهاريس ولكن من دون شك يتعلق بالانتخابات سيد ولا سأعود إليك مرة أخرى ربما فيما يخص داخل الأمريكي ما هي دلالات مقاطعة بعض نواب الأمريكيين الديمقراطين في الكونغرس لخطاب بن يمين نتانياهو لما يؤشر ذلك؟ أعتقد أن ذلك يعكس انقسامات كبيرة في الحزب الديمقراطي حيال الحرب في غزة هناك عدد من الديمقراطيين ومنهم الرئيس بايدن ما زالوا يدعم إسرائيل إلى حد كبير وهناك جزء آخر تقدمي في الحزب الديمقراطي لا يرحب بكيفية قيادة إسرائيل للحرب مع هذا العدد المرتفع من الضحايا المدنيين وكذلك عدم إدخال ما يكفي من المساعدات الإنسانية هذا الانقسام في الحزب الديمقراطي شهدناه منذ بداية الحرب ولكنه نمى مع الوقت وخطاب رئيس الوزراء نتانياهو اليوم سمح للديمقراطيين الذين يعارضون الحرب أن يظهروا معارضتهم عبر عدم المشاركة هناك أعتقد مجموعتان من الديمقراطيين بعض المسؤولين في القيادة كنانسي بيلوزي أو السناتر ديك ديربان دعموا إسرائيل في الماضي ولكن المعارضة هي موجهة فقط لرئيس الوزراء نتانياهو وسياساته وليس لدولة إسرائيل هناك فريق آخر على يسار الحزب الديمقراطي بمن فيهم أليكسامرا أوكاسو كورتز وهي نائبة عن نيويورك في مجلس النواب هي تعارض سياسات إسرائيل بشدة وذلك منذ فترة طويلة فهناك آراء مختلفة ضمن الحزب الديمقراطي وهذا الخطاب كان فرصة للكثيرين للإعراض عن معارضتهم لقيادة نتانياهو للحرب في غزة سيد مايك جونسون تحدث ربما أو لوح بإمكانية اعتقال الزيوف الذين قاطعوا كلمة نتانياهو ما بد قانونية الحديث عن مثل هذا الأمر لا أعتقد أنهم سيعاقبوا أو يجنوا طبعا هم أرادوا أن يظهروا موقفهم والحزب الجمهوري يريد أن يظهر أنه يدعم إسرائيل أكثر من ديمقراطيين وأن الحزب الديمقراطي مقسم وهكذا رسالة يرحب بها الحزب الجمهوري ودونالد ترامب نقطة أخرى مهمة من ناحية ديمقراطية نعرف أنه بعد كل التظاهرات التي حصلت في الجامعات خفت حدة المعارضة سنرى في المؤتمر الحزبي للديمقراطيين ما الذي سيحصل وسنرى أيضا في الخريف مع عودة الطلاب إلى الجامعات إن كانت هناك تظاهرات إضافية وكل ذلك سيكون مشكلة للسيدة هاريس إن كانت هي من يسميها الحزب سيد والاس العلاقة ما بين بن يمينة تانياهو بشخصه في هذه المرحلة ما الذي تحتاجه لترميمها مع الإدارة الأمريكية الحالية طبعا هناك توترات نمت مع الحرب خطاب نتانياهو اليوم حاول أن لا يتدخل في السياسة الأمريكية الداخلية كما فعل في العام 2015 هو شكر الرئيس بايدن لدعمه لإسرائيل وأشار أيضا إلى ما فعله الرئيس السابق ترمب لإسرائيل وهذا كان إيجابيا بالتالي غدا كما قلنا يجتمعوا مع الرئيس بايدن ونعرف أنه كانت هناك توترات بين الرجلين هم تكلموا باستمرار طوال الحرب ولكن لم يلتقي منذ أن زار الرئيس بايدن إسرائيل في أكتوبر شين الأول الماضي فطبعا سننتظر لنرى ما الذي سيحصل غدا فيما يتعلق بشؤون السياسية الشايكة سيد فورتر مرة أخرى أتحدث ربما عن السباق الرئاسي بما أنه عام لانتخابات وكل شيء يحدث لسبب كما يتقون ربما معظم التحليلات غياب الرئيس بايدن عن السباق الرئاسي مواقف نائبة الرئيس كمالا هارس هل هي محاولة الإصلاح العلاقة مع رفض الحرب غزة ودعم الفلسطينيين لا أعتقد أن هناك علاقة بهذه المسألة تحديدا أعتقد أن كمالا هارس تواجه التحديات غالبا يصعب لنائبة الرئيس أن تخرج من ظل الرئيس هي تعتبر كأنها تمثل سياسات بايدن برمتها وهذه المسألة أيضا لديها تأثير حول انقسامات مختلفة بالنسبة للبعض نائبة الرئيس هارس ستحاول أن تظهر أنها قادرة على القيادة في أمريكا لسنا ندري حتى الآن إن كانت ستواجه المشاكل التي واجهها الرئيس بايدن شخصيا فأمامها اختبار شكرا لكم ضيوفي جون فورتور كبير الباحثين في معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامة وكذلك ضيفي من واشنطن أيضا جيك باعلس سفير الأمريكي السابق وكبير الباحثين في معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامة ألتختلف أدارة رئيس الأمريكي القادم لملف الحرف في قطاع غزة؟ سؤال يبدو محور تكاهنات للإعلام فيما يزور رئيس الوزراء الإسرائي واشنطن قبل نحو مئة يوم على النزال الرئاسي في نوفمبر وفي خضم تنافسي الانتخابي المحموم بين ترامب وبين هارس لا تحشب محطات الخلاف أو التباين الظرفية بين الإدارة الأمريكية الحالية ودولة إسرائيل حجم الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل في كافة المجالات منذ يوم إنشائها وصولا إلى الأشهر القليلة الماضية بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة فالرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تعهد يوم السابع من أكتوبر الماضي بتقديم جميع أنواع الدعم المناسب لإسرائيل في حربها والذي زارها بعد ثلاثة أيام فقط من اندلاع القتال تحدث كما غالبية السياسيين الأمريكيين عن أهمية استمرار الدعم بكافة أشكاله للحليف الأول بحسب التوصيف الأمريكي الدائم فإسرائيل لا تزال حتى اليوم أكبر متلق للمساعدات القارجية الأمريكية منذ يوم إنشائها حتى بلغت قيمة هذه المساعدات نحو 160 مليار دولار وهي قد تصل إلى 260 مليار دولار في حال تم احتساب المساعدات غير المباشرة بحسب بيانات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومعظم المساعدات الأمريكية لإسرائيل تذهب إلى القطاع العسكري وهذا ما لم تغيره الحرب على غزة ولا اعتراضات سياسيين أمريكيين على ما يجري هناك حيث وصلت قيمة المساعدات العسكرية التي أقرها الكونغرس هذا العام إلى 18 مليار دولار ويعكس حجم الدعم السياسي والمساعدات الخارجية الأمريكية مقدار الاهتمام الذي توليه الإدارات الأمريكية المتعاقبة لإسرائيل التي تعتبرها الولايات المتحدة شريكا حيويا في المنطقة تجمعها به أهداف استراتيجية مشتركة وهو الأمر الذي لا يزال مستمرا وأن المزيد ينضم إلينا مباشرة من تلا أبي بياريذ أوبن هامر مدير السابق في منظمة السلام الآن من كاليفورنيا أيضا ينضم إلينا ستيفن غولبرغ المخطط لإستراتيجي في حزب الليكود الإسرائيلي أهلا بكم على هواء الحرة سيد غولبرغ أبدأ معك أولا ربما كما تبعنا في كلمة بن يمين نتانيهو وشكر ترامب وشكر أيضا بايدن إلى أي مدى ربما على علاقات الإسرائيلية لها آفاق مع أي إدارة أمريكية مقبلة أعتقد أن ذلك يساعد إلى حد كبير رئيس الوزراء أكثر من مرة قدم خطابا تاريخيا أمام الكونغرس طبعا هذا الأخير كان في إطار صعب للغاية ولكنه أكد على العلاقة الوثيقة بين أمريكا وإسرائيل أي أن كانت الإدارة أو إن كان هنا المسؤول في إسرائيل أو أي أن كان الحزب الحاكم في أمريكا أعتقد أن هذا الخطاب كان ناجحا جدا في الحزب الديمقراطي هناك أقلية ليست أغلبية ولكنها تسمع صوتها هي غير محابية لإسرائيل ولكن غالبية الديمقراطيين يدعمون إسرائيل وأعتقد الجمهوريون يدعمون إسرائيل بنسبة 100% والرئيس الوزراء نتنياهو شكر الرئيس بايدن والرئيس السابق ترامب وتكلم عن الحزبين وعلاقة إسرائيل معهما وقال إن العلاقة مع إسرائيل مهمة بنسبة لأمريكا وكل الذين لديهم انتقادات أعتقد أنهم سيحبطون بعد هذا الخطاب لأنه تمكن من تعزيز العلاقة بين الدولتين سيد أبنهايمر هل تتفق مع ما يطرحه ضيفه؟ هل بالفعل حصل هذا الخطاب لبن يمين تنياهو على العلامة الكاملة؟ أرى الخطاب بطريقة مختلفة جدا أولا نتنياهو شكر بايدن إلى حد كبير وشكر الرئيس السابق ترامب ولكنه لم يتكلم عن كامالا هاريس وهي أصبحت الآن مرشحة الحزب الديمقراطي وعبر ذلك أظهر من يدعم في الانتخابات أي ترامب ورأينا مقاطعة من قبل بعض الديمقراطيين لهذا الخطاب كانانسي بيلوزي التي لطالما دعمت إسرائيل وكانت موجودة عندما تكلم نتنياهو أمام الكونغرس في الماضي وبالتالي هذا يعني أن هناك معارضة لإسرائيل عبر نتنياهو بمعنى معارضة لشخص نتنياهو كل ذلك يؤثر على العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لأن التركيز أصبح على نتنياهو طبعا هناك دعم كبير لإسرائيل ولكن الدعم لنتنياهو شخصيا تراجع إلى حد كبير في النهاية المطاف المشكلة الكبيرة الفيل في الغرفة كما يقال ولا أتكلم عن الحزب الجمهوري هو النزاع الإسرائيلي الفلسطيني نتنياهو لم يتكلم عن اتفاق سلام مع الفلسطينيين أو حل الدولتين أو حق الفلسطينيين بالحصول على دولة وهذه المسألة هي التي تخلق مشاكل بين إسرائيل وأمريكا ولم يتطرق لها نتنياهو بتاتاً سيد جولدبرج مرة أخرى هناك كانت توقعات ربما حتى في الداخل الإسرائيلي وفقاً لمرسل الحرة في القدس عن الحديث ربما عن معلومات واضحة عن حديث عن خطة لليوم التالي عن حديث عن عملية الإفراج عن الرهائن عن حديث عن وقف أو الوصول إلى هدنة من وجهة نظرك لماذا لم يتم تطرق إلى أي من هذه النقاط؟ لماذا لم يلوح حتى بنيمينة تنياهو بأن اتفاقاً يلوح في الأفق؟ ربما لأنه ليس هناك اتفاق في الأفق هناك الكثير من التوقعات ولكن هذا لا يعني أن الاتفاق سيحصل طبعاً أيضاً لن يتكلم عن تفاصيل المفاوضات المتعلقة بالرهائن علناً لأن ذلك يكون غير مسؤول ولو فعل ذلك لن تقض أيضاً تكلم عن الوضع بعد الحرب عن نزع الراديكالية وسيطرة إسرائيل على الناحية الأمنية وذكر بما حصل بألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية وضرورة القضاء على التطرف في غزة أما فيما يتعلق بحل الدولتين والدولة الفلسطينية فالآن الكنسة الإسرائيلي بغالبية كبرى اعتمدت قراراً ضد أي دولة فلسطينية وبالتالي هذا الموضوع ألغي وأمريكا بدأت تدرك أن ذلك لن يحصل وحتى الديمقراطيين يدركون ذلك لا أعتقد أن أحد سيتكلم عن هذه الإمكانية بعدما حصل مع غزة لا أعتقد أن من يدعم الدولة الفلسطينية يمكنه أن يدفع في هذا الاتجاه ولكن الأساس في قطاب نتنياه هو التأكيد على العلاقات بين أمريكا وإسرائيل وشكر الرئيس بايدن وليس بالضروري أن يشكر نائبة الرئيس هاريس لو انتخبت وزارة إسرائيل ربما في المستقبل سيشكرها لم يتكلم عن الانتخابات تكلم عن ما حصل في السابع من أكتوبر ودعم أمريكا لإسرائيل بعد ما حصل واتفاقيات إبراهيم وما حصل أيضا في هذا الإطار وبالتالي من منظور أمريكي كان خطابا ناجحا جدا وأعتقد فقط 10% من الديمقراطيين لم يحضروا مجموعة ضيقة أو صغيرة جدا لم تحضر وهذا الخطاب كان نجاحا فائقا وهذه المجموعة الديمقراطية التي لم تحضر سيد جولدبرغ هل تؤشر إلى شيء ما؟ هل تؤشر ربما إلى أن إسرائيل بحاجة إلى توضيح ما؟ أو إلى التوصل إلى اتفاق ما؟ لا أعتقد أنه يجدر أن يتم تجاهلهم لأنه لا يمكن أن تشجعون هؤلاء نركز على من يدعم إسرائيل المتطرفين في اليسار لا أمل منهم ولكنهم الأقلية كما أن هناك أقلية في إسرائيل تنتقد أنا فقط أتحفظ على وصفهم بالمتطرفين ولكن أكمل إذا تفضلت رئيس الوزراء كان واضحا اليوم وردت فعل الكونغرس كانت إيجابية جدا وعلى إسرائيل أن تفخر برئيس وزرائها اليوم سيد أوبنهامر أعود إليك مرة أخرى من جديد هذه النقاط التي نتحدث عليها القضايا الخلافية العالقة ما بين ربما الولايات المتحدة الأمريكية وبين إسرائيل هناك أربعة قضايا تحدثنا عنهم قبل لحظات ربما في عرض وافن ولكن أي من هذه النقاط تراه ربما هي عقبة كأود وإي منها ينتظر أن يحمل معها نتنياهو وهو يذهب مرة أخرى إلى تل ببعض الأجوبة أو بعض التسهيلات فيها من دون شك المسألة الأساسية المطروحة والتي ستناقش في اجتماع الغد بين بايدن ونتنياهو هي التبادل بين الرهائن والسجناء الفلسطينيين وقفا لإطلاق النار في غزة نتنياهو تكلم بإجاز عن هذه المواضيع وتكلم أكثر عن ما هو معنى الانتصار في هذه الحرب لم يركز على الاتفاق المتعلق بإطلاق صراح الرهائن لذلك علينا أن نشكك في إرادة نتنياهو في إيجاد حل في الأسابيع المقبلة وهذا هو من العراقيل الأساسية التي تشكل مشكلة بين إدارة الولايات التحدة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية هناك محاولة للتوصل إلى نتيجة من قبل أمريكا ورأينا ذلك منذ اليوم الأول ولكن نتنياهو لم يصل حتى الآن إلى هذه المرحلة لو ارتكزنا على ما قاله اليوم وهو أيضا أجل توجه الوفد من إسرائيل إلى قطر وبالتالي هذه هي المسألة الشائكة على الأجندة إلى جانب تقديم أمريكا للأسلحة لإسرائيل وتكلمنا أيضا عن المحكمة الدولية وكل هذه المسائل تشكل مشكلة بين الدولة ربما ما ذكرته للتوه هو الحديث عن الوفد الذي تأخر إرساله إلى الدوحة سيد جولدبرغ ما الذي عنا بن يمين تنياهو بإرجاء إرسال هذا الوفد إلى الدوحة أو لماذا بين قوسين لأن هناك أسئلة أعتقد هي عالقة نعرف أن الجميع يريد أن يطلق سراح الرهائن ولكن لا يمكن أن يكون الثمن إطلاق سراح الإرهابيين الذين سبقوا وقتلوا إسرائيليين وسيقتلوا إسرائيليين مجددا لو أطلق سراحهم يمكننا أن نقول نريد إطلاق سراح الرهائن أيا كان الثمن ولكن رأينا أن السيد أوبنهايمر دعم الاتفاق المتعلق بقيل عاد الشليط وظهر لاحقا أنه اتفاق سيء للغاية إطلاق سراح الإرهابيين سندفع ثمنه لاحقا وعلينا أن نتوخى الحذر الشديد قبل أن نقرر في هذا الإطار لن يكون هناك تسرع يمكن أن تنتهي الأمور بطريقة ملائمة لو أرادت حماس يمكن أن تستسلم وتطلق سراح الرهائن وكل شيء سينتهي ولكن أنا توقع من إسرائيل أن توافق على أي شيء ليطلق سراح الرهائن فهذا غير منطقي لأن ذلك سيؤدي إلى مقتل المزيد من الأبرياء في المستقبل المسألة لا يمكن أن تحل في غضون يوم أو اثنين كذلك فيما يتعلق بسنوار هو في الأنفاق وليس طبعا على هاتفه النقال ويتعين الوصول إليه للحصول على جواب العملية تتطلب تأمن سيد أوبنهايمر أود إليك مرة أخرى تحدث ضيفي ربما عن وجهة نظر مخالفة لك لك التعليق إذا أردت نعم الحقيقة هي أن حماس كان لديها رد إيجابي لمقترح بايدن ونتنياهو ولكن نتنياهو لم يصدر ورقة يقول فيها بوضوح ما هو الموقف الإسرائيلي وما هي الخطوط الحمر وما هي التنازلات الاتفاق عالق لأن نتنياهو لا يريد أن يتخذ أي قرار يتعلق بالرهائن وكلما يمر يوم إضافي كلما نعرف أن المزيد من الرهائن يقتلون على يد حماس أو على يد إسرائيل عبر القصف وبالتالي هناك حاجة لاتفاق هذا هو التزام دولة إسرائيل لمواطنيها ولجنودها أما فيما يتعلق باتفاق شليت أعتقد أن اتفاق ملعات شليت كان الحل المناسب لأننا أنقذنا حياة وهذا أمر مهم المشكلة هو ما حصل بعد ذلك عندما لا نصل إلى اتفاق حقيقي مع فلسطين لا نخدم مصلحة الصراع ولابد أن يعود العنف وأن يشكل مشكلة مستدامة في هذا الصراع وعندما لا نصل إلى السلام سنصل إلى الحرب أكنا وفقنا على الاتفاق أم لا سيكون هناك ناس يهاجم إسرائيل ستكون هناك حرب بين إسرائيل وفلسطين الحل الوحيد واتفاق سياسي ولو أردتم أن تعززوا العلاقة بين أمريكا وإسرائيل هذه العلاقة ترتكز على قيمة الديمقراطية ليس هناك من ديمقراطية في الاحتلال ليس هناك من ديمقراطية من دون أن تكون هناك مساواة للجميع هذا يعني أن مسألة الدولتين كنا نتكلم عن إدارة جمهورية أو ديمقراطية هي مسألة مهمة ولكنها صعبة بين أمريكا وإسرائيل شكرا لك ضعيفي من تل أبي بياريف أوبنهايمر مدير السابق في منظمة السلام الآن وشكرا كذلك موصول لدافي من كاليفورنيا ستيفن جولبرغ المخطط للإستراتيجي في حزب الليكود الإسرائيلي ترجمة نانسي قنقر